مع تكرار مشهد الحشود العسكرية الروسية تأخذ الأزمة الأوكرانية أبعاداً جديدة تثير المخاوف من إمكانية قرب نشوب حرب روسية غربية تكون أوكرانيا ساحتها الرئيسة خلال العام الجديد فمخاوف كييف من غزو روسي محتمل لم تنتهي مع انتهاء عام 2021 لا سيما وأنها لم تحصل على استجابة من حلف النيتو تلبي مطلبها بالانضمام السريع وهو مطلب تسر عليه أوكرانيا لمواجهة موسكو غير أن الأمان الأوكرانية اصطدمت بالتصريحات الأطلسية التي تبين أن أبواب الانضمام فرجت خطابياً دون أن تفتح بعد أما عن أسباب تأني حلف النيتو في ضم أوكرانيا السريع إليه تعود وفقاً للخبراء إلى انقسام الحلف إذا أدعم أو ضم أوكرانيا فبعيداً عن الرغبة الأمريكية فلتزال دول كألمانيا وفرنسا تعارض التقارب مع أوكرانيا حتى الآن خشية حدوث حرب أو إثارة غضب موسكو فالتدعيات الجيوسياسية لهذه الخطوة قد تكون باهضة الثمن على الأوروبيين على الرغم من الاقتناع الكامل بالحاجة إلى كييف كحائط صد أول في وجه أطماع موسكو ويرى محللون أن حلف النيتو يقف هنا أمام خيارين فإما خسارة أوكرانيا كحليف مهم أو تدارك الأخطاء السابقة والتعامل بمنطق جدي موحد مع خطورة وتداعيات الأزمة وبالتالي تجد أوكرانيا نفسها هي الأخرى أمام ثلاثة سيناريوهات أولهما وصول روسيا إلى اتفاق صريح مع الحلف بمنع ضم أوكرانيا كشرط لخفض حدة التصعيد الراهن أما السيناريو الثاني فهو تأجيل الحلف عملية الضم واللجوء إلى المماطلة بالعودة إلى الخوض في عبارات الدعم السياسي والمطالبة بالإصلاحات من الجانب الأوكراني وانتظار وضوح موقف ونوايا روسيا الحقيقية في حين يتمحور السيناريو الأخير حول الإسراع إلى دعم كييف بالسلاح حتى إذا لم تنضم إلى الحلف لمواجهة الأطمع الروسية ولا يستبعد محللون أن تقوم واشنطن منفردة بهذا الدور ولعل ذلك يفسر تهديد ووعيد الرئيس الأمريكي المستمر لموسكو بعدم السكوت عن أي غزو محتمل يستهدف أوكرانيا